في الموسم الجديد من مسلسل شرابت توتي البري ستقع دقاء في وارتا أعتقد أن هدف هذين الشخصين ليست دقاء لكن لديهم غرض آخر ويمكن الإجابة على هذه الأسئلة في الموسم الجديد من ناحية أخرى في خاتمة الموسم للمسلسل إن كشفت كل الحقائق وسقطت جوركيم من الشرفة فهل سقطت جوركيم نفسها أم ألقى بها فاتح من هناك أعتقد أن جوركيم نفسها سقطت من هناك وأعتقد أنها قفزت وستتثبت في وقع ضحية بهذه الطريقة وستعود إلى رشدها بعد بقائها في المستشفى لفترة قصيرة وبعد ذلك ستواصل خطتها الشريرة لذلك ستستمر جوركيم في خطتها لتصبح أكثر خطورة من الأنف صاعدا فماد ينتظر فاتح في هذه العملية بالفعل سيواجه فاتح أيضا صعوبة في عملية الانتقام من جوركيم وسيواجه فاتح وجوركيم بعضهما البعض بشكل متكرر في الموسم الجديد وسنرى المواجهة بين هذين الاثنين من ناحية أخرى لن يكون هذا سهلا كما كنا نظن لأن جيري ودوغا تعرف أيضا على فاتح كشخص مختلف تماما في المشهد الآخر من المسلسل التلفزيوني لذلك لن يكون لقاء دوغا هو فاتح معا في الموسم الجديد بالسهولة التي كنا نظنها ومع ذلك فإن القصة الرئيسية للسلسلة مبنية على هاتين الشخصيتين وأعتقد أننا سنرى هذه الإزدواجية معا مرة أخرى في الحلقة اللاحقة من المسلسل لقد ودعت شخصية أليف مسلسلنا فجأة وفي الواقع تتقدم قصتها وهنا نرى أن كتب السيناريو قام بهذه الخطوة لجمع القصة لكن أليف ستتغير في الحلقات التالية حسب مسار المسلسل أعتقد أنه يمكن إدراجها في القصة مرة أخرى لأن أليف شخصية مهمة في المسلسل وإذا دخلت المسلسل فجأة مع طفلها فقد يكون هذا وضع جيد جدا من حيث تقييمة المسلسل اشتركوا في القناة وفعلوا التنبيهات أراكم في فيديو تحليل آخر